من ساهم وحضر صلاة الجمعة دعما لعطلة عيد الغدير فشكرا لكم ثم أقول قد عشنا مع السنة إخواننا السنة وخالطناهم وقاومنا المحتلة معهم حتى في الأنبار فضلا عن باقي المحافظات صلينا خلفهم على الرغم من قلة صلاتهم خلفنا طردنا من اعتدى عليهم بداية الاحتلال الامريكي أثناء التأجيج الطائفي المفتعل ولم نبالي حتى اتهمنا بشتى الاتهامات من هنا وهناك حتى حاولوا إخراجنا من الدين والمذهب فلا أقبل أن يزاودني أحد على نبذ الطائفية إذ الجميع عزفوا على وترها فإن طالبنا أمير تنصيب تنصيب الرسول لخليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقيل أن يوم الغدير إعلان عن محبة الرسول الرسول لعلي بن أبي طالب فلما لم يعلن الرسول محبته لفلان أو فلان وإن تنزلنا وقلنا أنا لا هذا ولا هذا فعيد الغدير شوف شنو حينما يكمل شهر رمضان ويتم الصوم يأتي بعده عيد وهو عيد الفطر فبعد عبادة الصوم وإكمال الصوم يأتي عيد وبعد إكمال الحج ومناسك الحج يأتي بعدها عيد وهو عيد الأضحى فما هو عيد الغدير عيد الغدير هو إكمال الدين وإتمام النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وربيت لكم الإسلام دينا إذن فيوم الغدير حينما نطالب به عطلة إنما هو عطلة لإكمال الدين وإتمام النعمة التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فمن هنا ينبغي جعل الثامن العشر من ذي الحجة عطلة رسمية عامة لكل المسلمين والمسالمين ثم إن صوت البرلمان العراقي مشكورا على هذا المطلب الشعبي الاعتدالي فبها ونعمة وإن لم يصوتوا فليواجهوا محمدا وعلي فليواجهوا محمدا وعليا خصما لهم سنة وشيعة وإلى هنا ينكسر سنان القلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته